البرجر من اكتر اكلات الفاست فود يلي بيشقوه الكبار والصغار اليوم رح ساوي لكون قطيب نوع مفضل عنا هو الاسماش برجر بيكون هيك جوسي من جوا مقدمت لكم مسبقا البرجر الكلاسيكي العادي باللحم وبالدجاج وكمان عملنا منه فطائر بس اليوم رح نسوي هاي الوصفة الرائعة للاسماش برجر بكل سهولة بتكون هيك جوسي من جوا رطبة مع السوس المميز بهاي الوصفة ومقدمت لكم يا مسبقا بوصفة بيك ماك ارابيا الدجاج اذا بتحبوا تشوفوا هدول الوصفات اللي ذكرتون الروابط بصندوق الوصف اذا كنتوا عمرة بتحضروا قناتي زهور السخنة بتمنى تشتركوا تفعل جرس تنبيتها لكل حدو سألكون كل شه جديد والا خلال نبدأ للصوص عندي هوني نصف كوب من المايونيز رح ضيف فوقو نصف كوب كمان من الكتشب فيكن استعملوا الكتشب الحد او الحلو انا استعملت الحد معلقة ونصف من مستردة او الخردل كمان هي بتعطي نكهة مميزة لهذا السوس وروح ضيف كمان الهات السوس بيعطي كمان هيك حدودية لذيذية وهذا حسب الرغبة النكهة كمان الاساسية هي المخلل المكبوس يبتبرشوه برش ع المبشرة بتنعموه او بتفرموه هيك ع السكين حسب ما بدكن انا هالمرة برشتو برش حطيت حبتين صغار وطريقة عم المخلل كمان نزلتها بقناته مسبقا اذا بتحبوا تشوفوا الرابط بسندوق الوصف وراح برش هيك بصل شي بسيط للتنكه وراح ضيف هيك رشت ملح ما رح كتر كتير لانه او ردي بيكون المايونيز والكتشب والمستردة فيهم ملح وراح نضيف رشت فلفل هذا الصوص يا جماعة حرفيا رهيب بيمشي معكم مع الكريسبي مع حتى البطاطا انا ممكن هيك تعملوه هماس مع اي صندويش دجاج مع البرجر كتير لزيز رح استعمل كمين من البصل بدي كرميلهم شوي لحتى نحطهم داخل الصندويش قطعتهم لدوائر بهذا الشكل وراح هيك افصلا عن بعض قطعت ثلاث حبات من البصل وهيك بيكونوا عندي جاهزين كمان جهست ورق خس حسب الرغبة ومخلة الاضافة شرق من البندورة وورق جرجير وهذا كله حسب ما بدكن بالنسبة للحمة افضل قطعة لحمة ممكن تستعملوها هي الرب اي ستيك يلي بيكون فيها نسبة دهوم من 15% لعشرين بالمية وهذا الشي بيخلي البرجر من جوة هيك طري ومتماسك وقت الشوي بالاضافة لطعم ومزاق بدوب دوبان بالتم هاي القطعة بتكون بالجزء العلوي من فخد البقر تحديدا يعني الجزء الامامي القريب على الرقبي او التشك هاي رائعة وكمان تستعمل للستيك وقت بتروحوا لعند القصة بقلولو يقطع لكون قطعة افضل ما انو تاخدوه مفروم ما بتعرفوه شو فاربين بقلبوه هاي القطعة بتاخدوه قدامكم ويفرملكون ياها انا طلع عندي هون هاي القطعة وزنة 720 جرام طريت قسمون تسعين تسعين لحتى يعملوا لي اربع صندويشات لانو نحنا كنا اربع اشخاص راح حطهم بالبراد اللي يتماسكوا ورح يلزمنا ورق زبدي وقالة بالبرجر او فيكن ما متوفر عنكن راح استعمل بديل لحتى نعمل سماش برجر في عندي هاي الادات مع مدقة او مطرقة اللحمة هلا بنشوف كيف راح نعملها على المقلاي اول شي راح حط المقلاي او الساجة بدوب شوي من الزبدي بدي حط اول شي خبز البرجر انا جبته جاهز وطبعا بنزلي بقناتي وصفي رائعة وناجحة اذا بتحبو تجربوه الرابط كمان بصندوق الوصف بعد ما يتحمس الخبز بحطوه على جنب هلا بدي حط البصل لحتى هيك ياخد لون وكرملي طيب انا راح بحطو هيك ني بحب انو يتدب قبل شوي بيتكرمل نوعا ما فيكن انتو تتحكموا بدرجة اللون حسب الرغبة راح خلي البصل هيك على جناب وخلا بدي بلج حط البرجر بعملو بهاي الطريقة هو اسمه سماش يعني بينسحق بهاي الطريقة يعني ابسط من هيك طريقة لعمل البرجر بالبيت ما فيكن جيبوا اي اداة الى قاعدة مسطحة فيكن تعملوها لحتى تشكلوا فيها البرجر وتسحقوه بهي الطريقة شو متوفر عنكن كله بصير بدون قالب بدون شي وحلوطة ما فيه بهار يعني البرجر بدو ملح وفلفل مو اكتر من هيك ما بدو بهارات البرجر في ناس بتشتري بهارات ما بعرف ليش هو عن جد منصير عمناكل نحن بهار ما عم نستمتع باللحمة حقيقة يعني الكباب حتى وقته بنعمله عالفحم بس حطوله فلفل وملح ما ملح طوله اكتر من هيك ووصل وبقدونس هذا اجباري بقلبه يعني ما نبهار حالا راح احط رشة فلفل اسود عاللحمة وعالبصل كمان ورشة هيك ملح خفيفة ما تكترون ان اللحم ما بتحمل ملح مثل الدجاج الدجاج بيستحمل شوية بهارات وشوية ملوحة بس اللحم ابدا فبنصحكم يعني يكون عالخفيف هو كمان لسماش وقته بنضغطه بهي الطريق اللي شفتوه بيطلع عنا هيك اشري مقرمشي او بيقوله هيك كريسبي كراست هي هاي البطاعة الطيابة للبرجر حقيقي عن جد بتطلع هيك طبقة رقيقة هلا بعد ما تاخد هاي اللدعة واللون بنقلبه عالجهات تعني بنحط هلا الجبن اللي بدنا اياه اما تشدر او موزاريلا اللي بتحبوه هون نسيت حط رشة فلفل مباشرة على اللحمة حطيتها عالجه جبني وسان بيأسر فيكن تعملوا الطريقتين انا استعملت نوعين جبني سلايس تشدر وموزاريلا واللي بينما يصيرو هلا بتجهز خبزي بحط عليها شوي من الصوس يلي حضرنا يا سلام هذا الصوس عالجد رهيب طعمة المخلل فيه حرفيا رزيزي وخس فيكن تستعملوا الخس العادي او الكابوتشا او بيقولوا الايس بريجين انتو شو بتحبونه خس فيكن تضيفه الشرائح البندورة كمان اختياري البعض ما بيحط لا ورق جرجير ولا البندورة بيخليها بس على الخس والصلصة وبيحط هلابينو او بيحط اي نوع مخلل تشوفوا هالمنظر بيشهي وبيغريف القلب نحط اول طبقة من اللحمة وشوي من البصل اللي هيك يتكرمل شوي ومخلل حسب الرغبة متل ما حكينا وبنرجع ونحط شريحة تاني من اللحمة يا سلام عن جد المنظر حرفيا رهيب تكتروا بصر انا بحبي يعني هاي عملتها والله يلاقي ليه فهيك دعمتها بالبصل اللي مكرمل وتحطوا السوس على القطعة التانية من الخبزة ويا سلام هلا هون كانت الخبزة شوي حجمة اكبر من حجم القطعية اللي عملتن ما لقيت حجم اصغر واضطريت قسم اللحمة لاربع اشخاص تسعين تسعين هوي فيكن تعملوا مقدار اللحمة اسجابين كمية اكبر مثلا 100 جرام للمية وخمسين هاي قطعة تانية كمان يا سلام عن جد برقر بيجنة نجربوه بنصحكن يعني افضل واطيب نوع ممكن تجربوه تستمتعوا فيه هوي هذا النوع اطيب من البرقر اللي عادي بيكون فيه هيك طبقة سميكة شوي من اللحمة لا هاي طبقة رقيقة وطبقتين فوق بعض وبيناتهم هيك هاي الطيابي من البصل من المخلل من الصوس يعني ما ضل حكي بصراحة اهم شي انكن تجيبوه قطعة اللحمة اللي حكيت لكم عنا لحتى تاخدو نتيجة مرضي ويطلع هيك رطب من جوه ما يطلع ناشف وانا عملتها لأدول التنتين رح اكمل ارجاء من التنتين تانين ما رح طوليكم اكتر من هيك ان شاء الله تستمتعوا وتستفيدوا من الملاحظة اللي حكيتها بتقدموا جنبوا البطاطا المقلية او اي مشروب غازي بتحبوا استمتعوا اذا حبيتوا الفيديو بتمنى تدعموني بلايك وتشاركوا المقطع تشتركوا بقناتي ومشتركوا في عجل استنبيهات عليكم حتى وصلكم كل شي جديد شوفكم ان شاء الله بفيديو قريبا سلام